بيان حاول التعرض لسياسات عمل الجماعة بعد مرحلة المخلوة المبارك ده عنوان بيان غير مسبوق صدر من جماعة الإخوان المسلمين بيتناول كل الأحداث بدءا من استفتاء مارس 2011 لحد النهاردة وبيأكد أن فيها كلها كانت خيارات الإخوان نابعة من مصلحة وطنية ومن قراءة للواقع بالداخل وبالخارج ومن مؤسستها البيان بيرد على مقال كتبوا الإعلامي الأستاذ أحمد منصور اتكلم فيه عن شهادات وصلته بعقد اتفاقات بين الإخوان والمجلس العسكري ولازم ننوه هنا أننا تواصلنا مع عدد كبير من ممثلي الإخوان الرسميين وغير الرسميين وكلهم اعتذروا عن المشاركة ومنهم اللي قالنا أنه لا يتطفق مع البيان المزيد من التفصيل بالتقرير التالي لم ولن تعقد الجماعة أي صفقات مع العسكري منذ ثورة يناير وحتى الآن عبارة قاطعة وردت في بيان غير مسبوق لجماعة الإخوان المسلمين تناور التعرض لسياسات عمل الجماعة بعد مرحلة مبارك حسب عنوان البيان اجتمل البيان على نفي جميع اتهمات عقد صفقات مع المجلس العسكري إبان ثورة يناير ومات لها فضلا عن التأكيد على جميع الخيارات السياسية ومنها استفتاء مارس 2011 وحتى ترشح مرسل رئاسة البيان الذي نشرته الجماعة على صفحة متحدثها الرسمي طلعت فهمي جاء للرد على مقال نشره الإعلامي أحمد منصور يناقش فيه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تناول علاقته بقيادات الجماعة وقت إدارة المجلس العسكري البلاد عقب الثورة في الوقت ده وفي كل وقت على أن لا يسقط مصري واحد أي مصري لا يسقط مصري واحد وكانت القيام المبادئ اللي بتحكم تصرفاتنا أثناء إدارتنا للموضوع ده أو للحالة في الوقت ده اللي أنا أتكلم عليها في 2011 كانت حريصة على كل المصريين تلك التصريحات التي أدل بها السيسي للمرة الأولى نافيا اعتداء قوات الأمن الذي وثقته كاميرات الوسائل الإعلامية أنذاك على المتظاهر محمد محمود في نوفمبر عام 2011 كما أشار إلى أنه كان مسؤول الاتصال مع قيادات الإخوان بتلك الفترة مضيفا أنه نصح الجماعة بعدم الدفع بمرشح رئاسي وأكد أحمد منصور تواصل الجماعة مع السيسي وقتها بناء على شهادات قال إنها وصلت إليه متهما الإخوان بعقد اتفاقات مع قادة المجلس العسكري تضملت انسحابهم من التظاهرات بيان المتحدث الإعلامي للإخوان نفى ذلك تماما وأكد أن كل خيار سياسي كان يهدف إلى تحجيم دول المجلس العسكري وحماية الثورة ومنع إزهق أرواح المصريين بحسب البيان كما ختمت الجماعة بيانها بالتأكيد أنها تابعت التواصل مع القوى الوطنية وأن سياستها تمت برؤية معتمدة من مؤسساتها بناء على إدراك للواقع الداخلي والخارجي أثار البيان ردود أفعال واسعة أعادت إشعال خلافات الماضي والحاضر وبعد قرابة ثمانية سنوات على تلك الأحداث فقد المصريون من فقدوا وفقد الوطن ما فقد وما زالت جميع القوى المعارضة المصرية لا تملك إجابات عن أسئلة الماضي فضلا عن المستقبل ينم إلينا من الدوحة ياسر الهواري عضو مؤسس بحزب الدستور أهلا بك معايا ياسر في رأيك إيه الدوافع اللي تخلي جماعة الإخوان تصدر بيان زي كده يعني ما شفناهش قبل كده غير مصبوك إيه الدوافع اللي خلتها تعمل حاجة زي كده هو الحقيقة قبل يعني هو فيه مفارقة مهمة جدا أن البيان نزل يوم 19 مارس في ذكرى يعني الاستفتاء على الاستفتاء الشهير يعني أو ذكرى بداية الانقسام المجتمعي الذي أطاحها بكل يعني أمال نجاح ثورة يناير في المستقبل أو يعني في الوقت الحالي طبعا طول الوقت أنا عندي إيمان تام يعني أنه صورة يناير ستحقق أهدافها يعني لا محالة يعني لكن استفتاء سهل 19 مارس أجل الطموحات دي وخلاها يعني بتواجه صعوبات أكتر من اللي كانت طبيعي أن هي هتواجهتها يعني فدي كانت مفارقة مهمة جدا أنا في رأيي أنه أولا كنت أتمنى لأن حد من الجماعة يبقى موجود عشان خاطر يعني ما بقاش بكلم كلامه ومحدش بيرد من الحد تانية إحنا كنا نتمنى كمان والله ياسر يعني كلهم للأسف رفضوا تواصلوا مع عدد كبير جدا منه آه للأسف شديد ودي الحقيقة عدم تحلي بالشجاع الأدبية الكافية أن هم يواجهوا مواطفهم يعني أنت في الآخر ده بيان رسمي من جماعة الإخوان إحنا بنقولش يعني كلام متقال على صفحة واحد من الجماعة هم نكلم هنا على بيان رسمي من الجماعة من الجماعة الرسمية حتى كمان ما نحن عارفين حالة الانقصام اللي في الجماعة خلت يعني فيه طرفين بقى موجودين لكن على الآن اللي دي الجماعة الرسمية يعني الجماعة الرسمية وبتطلع بيان رسمي وما فيش حد بس ايه تفسيرك يا ياسر أن البيان خرق بهذا الشكل يعني معلين أنا تأديري للموضوع أنه أولا جماعة الإخوان جماعة لا تتحلى أبدا بشجاعة الاعتراف الخطأ يعني هم عندهم طول الوقت استكبار وعندهم طول الوقت تشبس بمواقفهم والبيان الحقيقة بيقول بوضوح تام يعني أجماعة إحنا مغلطناش إحنا ما عملناش حاجة غلط وكأن يعني حتى كانت تعليق على المسألة إنه أجماعة استنوا مئة سنة كمان قولوا الكلام ده لنكون إحنا موتنا يعني إنه كن إحنا موتنا وعيالنا مات ولن إحنا نحكر عيالنا اللي حصل فإنت بتنفي الأشياء اللي عشناها بشخصنا يعني مثلا لما يجي يقول لي والجماعة ما تحلفتش مع العساكر أبدا ولم تتطفق أبدا طيب هو فيه قريرة مهمة جدا بتقول إن الإخوان يعني تحلفوا مع المجلس العسكري بعد ثورة يناير اللي هي وصائق كويكليكس بس أنا مش حتى هتطرق لوصائق كويكليكس أنا هقول إن الاتفاق المبدئي أو الاتفاق الضمني بيبقى نتيجته بتبان على الأرض فأول نتائج الاتفاق هو الاتفاق على تمرير استفتاء مارس إحنا الناس كلها أو يعني أطراف الثورة كلها تقريبا بدون استثناء كانت متفع على إنه الطريق الصحيح لإدارة المرحلة الانتقالية هي إن ثورة تفرس دستوري يعبر ألأ أحلامها ده طبيعة الأشياء إنه فيه ثورة يبقى فيه عقد اجتماع جديد بيتم كتابته بيعبر فيه عن أحلامه طموحات ثورة يناير أول حاجة المجلس العسكري قال لا إحنا هنعمل إعلان دستوري كده ونمشي الدنيا وخليكوا حلوين وبتاع وكان فيه اتصالات بتتم بشباب الثورة تقريبا كلهم بدون استثناء يعني بدون وبالمناسبة يعني الشباب دول كلهم الحمد لله يعني يعني يعيشين فالإخوان خدوا مواقف المجلس العسكري وقالوا لا ما بلاش ونقولوا نعم يا جماعة الاستفتاء ده ونعمل استفتاء كده وصيبكم المعضوى الدستور دي أول قرينة القرينة التانية مجلس الوزر لما المجلس العسكري قرر يجيب لنا من الدرج يعني واحد من المحسوبين على اللي الثورة قامت عليهم اللي هو كمال الجنزوري الدكتور كمال الجنزوري يجي رئيس وزارة بعد ثورة يناير ودي مفرق يعني كانت حاجة يعني الحقيقة حاجة محزنة جدا فلما الناس تنزل الشارع وتقول لا وتحاصر مجلس الوزراء والجيش ينزل يضرب الناس الإخوان يبقوا متفقين مع المجلس العسكري دي قرينة تانية ويجي يقولك بعد كده يجي يقول بعد كده كل يعني أنا مش عايزة أقول ألفاظ يعني على الهوى مقتدى حد ولكن يجي بكل سهولة وكل جرأة يقول إيه ما اتفقناش معجل أمال ده كل يبقى اسمه إيه يعني لو ده مش اتفاق أمال الاتفاق يبقى شكله عامل إزاي أنا مش هقول إن وصائق وكليكس اتكلمت على إن المجلس العسكري قدم علومات وتمويل لجماعة الإخوان عشان تبقى فيها يدي ميزة تنفسية ليه وده موجود فوخصات كل وكليكس أنا مش بقول كلام من عندي أنا مش طرف يعني طب يا ياسر خليني طب خليني أقول لك سوطان يا ياسر يعني مجلس العسكري يأدل معلومات لإخواني عشان يبقى عندهم ميزة تنفسية كل الناس اللي احنا بنحكي عليهم واللي احنا بنحكي إن هما تواصلوا مع المجلس العسكري موجودين في السجن فمش عارفين يردوا هل ينفوا حتى ده ونحصر فعلا ولا يأكدوا وكمان على الجانب الآخر بيقولوا نقواص يا سيئة وشباب الثورة نفسه آه مجلس العسكري فإيه المشكلة طيب هو آه آه إيه المشكلة أقول لك إيه المشكلة أنا لسه آه الحالا أنا ما أنكرتش أنا لسه آه الحالا إن المجلس العسكري طلب من جميع شباب الثورة إنه يمرر الاستفتاء معه مين بقى اللي قال نعم للاستفتاء من شباب الثورة أنا هنا أخلي بالك أنا أنا أتكلم بوضوح إنه الطرف الوحيد اللي محسوب على ثورة يناير وقال نعم للاستفتاء هم جماعة الإخوان المسلمين غير كده كل الأطراف اللي كانت جزء من ثورة يناير قالت لا يعني أنا قلت إن دي قريمة قريمة على اتفاق على إن هناك اتفاق ما ما بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين طيب جماعة المندوبين بتاع الإخوان في اتلاف شباب الثورة أنا كنتم بتشرف من أحد منه المندوبين بتاع الاقتلاف الأستاذ إسلام لطفي الأستاذ محمد القصاص الأستاذ محمد عباس الأستاذ موازعب كريم وكذا وغيرهم يعني تم فصلهم من الجماعة الإخوان بشكل رسمي لاختلافهم في السياسة مع الجماعة ونزولهم على أغلبية أعضاء الاقتلاف زميلهم يعني لما الاقتلاف يقعد ويقرر قرار وهي طلع القرار ده مش عاجل جماعة الإخوان المسلمين فتطلع جماعة الإخوان تقول ليس لنا وأنا بقول كلام برضو معلن أنا ما بقولش كلام يعني سري أو مثلا حد ممكن يقول لا ده كلام معلن أن الجماعة تقول ليس لنا ليس لدينا أعضاء في اتلاف شباب الثورة فصل الشباب قامس يعني أنتو هنا البيان يجي البيان يقولك وأن الجماعة دعمت كل الحركات التي كانت تؤدي إلى إزالة السلطة العسكرية اللي هو المجلس العسكري أمال حضرتك تصريحات جماعة الإخوان فيما يتعلق بمحمد محمود اللي هي أنا مش عايزة أرجع لكلام أنا والله مش عارف هم ليه فعلا نطلعوا البيان ده يعني الحقيقة أنهم فكرون بحاجات إحنا كنا نتمنى ياسر في جزء تاني من البيان تتكلم عن التواصل مع القوى السياسية الوطنية في جزء من البيان تتكلم عن التواصل مع القوى السياسية الوطنية وقال واتهم القوى السياسية الوطنية هي اللي ما وفقتش على الحلول الوسط وهي اللي رفضت أي حلول وهي السبب في اللي احنا وصلنا له إيه رأيك طيب هقولك تعالي نقول يعني برضو هو الناس الشخصية ليس صغير مات قلته المعلن دير اتفاق فيرموت دير اتفاق معلن والناس كلها عرفاء والناس كلها فكرة اتفاق على انه أول اتفاق على ان الجامعية التأسيسية يتم تنفيذ دعني بالك هنا من كلمة يتم تنفيذ الاتفاق الاتفاق على تشكيل الجامعية التأسيسية اللي كان في حضور الدكتور محمد مرسي والدكتور سعر الكتاتني كممثلين عن جماعة الإخوان في وقتها اللي هو إيه بقى الاتفاق ده لو 50% طيار إسلامي يعني طيار إسلامي اللي هم الإخوان والسلفين و50% الطيارات المدنية كاملة اللي هم بقى مين اللي هم الليبراليين وياساريين والقوميين وكل الطيارات المدنية دول ياخدوا 50% والإسلاميين يعني نصيب الأسد هنا هيفضل لجماعة الإخوان ومع ذلك جاءت جماعة الإخوان لما جاءت تشكل الجماعات التأسية لغت الاتفادة خالص وابطلت تحط الأعضاء بتوعها من داخل الكتلة المدنية يعني ييجي مثلا يقول النقابات المهنية تتحسب مع أعضاء الكتلة المدنية طيب يا جماعة في حالة كانت بعد الثورة أن الإسلامين بيكسبوا الانتخابات تضيفوا رأسنا. أنا ما عنديش فيها مشكلة طرح ما تكسبت الانتخابات أنا ما عنديش أهزم خالص فأنت على رأس النقابة إخواني فبأي منطق ييجي الإخواني ده يبقى محسوب على الكتلة المدنية فالنتيجة تبقى أنه أغلبية الجماعات التأسية بشكل قوي جدا بتصب في صالح الجزء بتاع الطائر الإسلامي ويبقى الاتفاق على أنه والله المواد هتطلع بالتصويت. فلما المواد تطلع بالتصويت وانت عندك الأغلبية. أنا وجودي منوش لازمة فالناس انسحبت. فلما حصل الاتفاق فيرمونت. عشان أنا بوضح بس التاريخ. يعني أنا بوضح حاجات أنا بوضح حاجات الناس يمكن بتختارت عليها العمر. لأن التدليس شديد بشكل منهجي فييجي اتفاق فيرمونت. فيقولوا هننفذ إعادة تشكيل الجماعات التأسية وهنجيب شخصية وطنية مستقلة يبقى رئيس الوزارة. دي كانت من ضمن الاتفاقات. ومستشارين بقى من الشباب ومش عارف إيه وإيه وإيه. فييجي أول حاجة يعملها. أول حاجة الدكتور مرسي بعد ما ينجح في الانتخابات أنه يجيب شخصية من المجهول اسمها الدكتور هشام أنديل مع احترامي شديد لي. أنا معرفوش. يعني أنا الحقيقة قبل ما يبقى رئيس الوزارة بحدش كان يعرفه. الاتفاق هنا خلي بالك أن هي شخصية وطنية مستقلة. أو يعني شخصية وطنية بيحصل على توافق ما بين الناس. ويبقى رئيس الوزارة عشان الدنيا إيه. ترئيس الجمهورية واحنا دعمناك عشان خاطر ما يبقى الثورة ما تقعش في الآخر فئية شفيق يعني. ويبقى ماشي. وننسى كل اللي فات ده. وننسى اللي أنت عملتوها. وندي فرصة جديدة أن إحنا نبتلي على نظيف. فييجي يقوم جايب لنا رئيس الوزارة بحدش عرفه خالص. طب بيسر. خليلي أقول لك على حاجة يعني. قادي مثلا الاتفاقات اللي يقول لك. خليلي أقول لك على ردود الوزارة أنت شخصيا. وهي مش بتصل لك أنت فقط. هو بتصل لقوة عديد من القوة المدنية في مصر. أني دائما ما بي. زي ما أنت ما ردت عليهم. وأنا شفت ردودك على البيان بتاهم. كانت شباب يرد عليك وبيقولوا. إحنا رفضين لبيان الإخوان ورفضين للمواقف الإخوان. لكن القوة المدنية هي كمان ما بترجعش تصرفاتها وهي كمان ما بتعترفش بأخطائها. وهي اللي ارتمت في أحضان العسكر في 30 يونيو. وشاركت في في اللي حصل ده كله حتى الآن. إيه رأيك على الكلام ده؟ طيب. أنا هقولك حاجة من ضمن الحاجات من ضمن الكسب الفاتح يعني. إنه يقولك إيه. القوة المدنية ما كانتش بترضى تقعد مع الدكتور مرسي. تعالوا نشوف الموضوع ده حصل ولا ما حصلش. الدكتور مرسي لغاية قبل الإعلان الدستوري اللي طلعه بـ 48 ساعة قعد مع القاتل أسمائهم. قعد مع الدكتور البردان. وقعد مع الأستاذ حمدين صباح. وقعد مع الأستاذ عمر موسى. وقعد مع الأستاذ عبد المنعم بالفتوح. يعني تعريبا قعد مع الناس كلها. وقعد معهم وتعهد بتعهدات أهمها أهمها. ونقولك مثلا تعهد للدكتور البردان. أهمها إعادة التوازن للجامعات تأسسية للدستور. عمل إيه بعدها بـ 48 ساعة حصن الجامعات تأسسية. يعني هو قال للراجل اتفق معاه على إنه هو هيعيد تشكيل الجامعات تأسسية. بعدها بـ 48 40 ساعة حصن الجامعات التأسسية من الحل. يعني اللي هو إيه إحنا طب خلاص هنطلع هناخد السلوك القانوني هنقدم للمحكمة الدستورية نقول لها يا جماعة الجامعية داية التأسسية دي تشكيلها باطل. ما نعمل إيه؟ ما هي ننزل مظاهرات يعني نمشي مسلك قانوني أو نعمل الحاكتين. وطبعها مظاهرات سلمية. نزلنا وعملنا ده. وـ 48 ساعة الراجل رح مطلع قرار قال أنا قراراتي غير طعلن القبلة اللي طعنا عليها. ما هي اللي أعلن دستوري الشهير. وطلع بعد كده طبعا جماعة اللي خلال يقول لك يدوا نزلوا واعترضوا عشان شالي النائب العام. ما حدش جاب سيرة النائب العام. هو يعني طيب هذه مثلا حاجة من الحاجات اللي بيتم اتهام القولة وطنية فيها بالتعنط. إنه محدش كان بيقعد. لا عدنا والراجل بعدها بعد ما عدنا بـ 48 ساعة عمل عكسي اللي هو بيتفع عليه خالص. فأنا هقعد معك ليه؟ فكان الكلام من القول مدنية. الكلام اللي هو إيه بقى؟ نقعد. ما عندناش مانع نقعد. بس فيه أجندة للاجتماع اللي هنقعد عليه ويتم التعاهم بتنفيذ ما تم الاتفاق. برضو يا ياسر بردتش على السؤال. هو الاتهام اللي بتوجه للقوة المدنية وكان موجه لك أنت شانسية بشكل مباشر على ردودك على البيان. أن أنتوا ليه ما بتعملوش مراجعة لأنفسكم زي ما بتطلبوا الإخوان أنهم يعملوا مراجعة ليهم. وليه ما بتفكروش أن أنتوا نفسوكم مرتميتم في أحضان العسكر وشاركتم في اللي حصل حتى الآن. بوجودكم في 30 يونيو. طيب. أنا أولا مسألة الارتماء في أحضان العسكر دي فيها كلام كتير قوي تقالي. مسألة ما بترجعوش مواقفكم. أنا برضو مش قادر أفهم إزاي ممكن حد تقريبا 90% من كلامه على السلطة الموجودة وانتقادها ومعارضتها لدرجة يعني ما نقدر بنقول أنها كانت يمكن أضعاف اللي كنا بنقوله أيام دكتور مرسي. يعني أنا واحد في ضلط مؤيد للدكتور محمد مرسي لغاية الإعلان الدستوري. يعني تقريبا ست شهور من عمر رئاسة الدكتور مرسي. أنا مؤيد لي. أعتقد يعني أن القوى المدنية اللي اتخذت طوعية وباختيارها موقف المعارض للسلطة الحالية اللي هي سلطة عبد الفتاح السيسي هو مراجعة فكرية وسياسية وتصويب للمواقف. وحتى لو كان الموقف ده بالمناسبة فيه أصلا كلام لأنه لازم يتحق في السياق التاريخي. يعني إرتباء في أحضان العسكر. أنا عايز أفهم فين في تلاتين ستة اللي احنا قلناه يتفهم من خلاله أنه والله احنا عايزين الجيش يحكم. يعني أنا مش قادر أفهم ده. أنا أولا تلاتين ستة كانت مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة كان يقدر الدكتور محمد مرسي بسهولة جدا يجنب البلد كل اللي بيحصل لغاية اللحظة دي بأنه يطلع يقول جماعة أنا مستعد بالانتخابات مبكرة أو مش انتخابات مبكرة. أنا أقول لك حاجة أسهل من كده كمان يا جماعة استفتاء علي أنا شخصيا أبقى موجود أكمل رئاستي أو لا بعد ست شهور. ينفع كان الدكتور مرسي يطلع يقول كان بالمناسبة دكتور مرسي يوم اتنين سبعة طلع في التلفزيون. يعني احنا هنا بنتكلم على واحد كان مسموح له بحرية الحركة وأنه هو يطلع يقول يا جماعة استفتاء علي وأنا موجود ست شهور كمان. قاعد على البوكو ست شهور كمان. أعملوا استفتاء علي. أمشي واللعب. كان يقدر يعمل ده. أنا عايزة أفهم بقى أنا هنا لما أطلع أقول أنه كل الحلول السياسية يعني الأفق تسد إنسداد تام بشكل إحنا كنا بنقول يا جماعة قال لك انزل انتخابات طب ماشي ننزل انتخابات. أخلي بالك بصي كل الكلام اللي إحنا عاديين بنقوله ده الجامعة التاسيسية والدستور وقال لك انزل انتخابات طب حاضر ننزل انتخابات. طب قانون الانتخابات نعدنا نعمله مع بعض. لا إحنا عملنا قانون الانتخابات ده الإخوة. إحنا عملنا قانون الانتخابات ودينا المحكمة الدستورية. طب بتأسيم الدوائر وهم اللي قسموها. طيب نيجي نقول إيه؟ طيب فيه حاجة قبل ثورة يوليو. يعني حاجة بتتعامل كده عيام الانتخابات. اسمها حكومة انتخابات. فحكومة الانتخابات دي بتشرف على الانتخابات. لمدة شهرين تخلص العملية الانتخابية. وبعد كده إيه؟ عشان بس نضمن أن الحكومة اللي موجودة دي مش هتلعب في الانتخابات. مش هتزور. فيطلب أنه الحكومة يبقى بشكل قلبالك. أنا هنا الكلام ده يمكن بقوله لأول مرة. أنه يطلب أربع حقائب وزارية أنها تتغير لأنها مرتبطة. ارتبط تام بعملية الانتخابات. رئيس الوزارة. وزير الداخلية. ودي بقى اللي ما بيقولهاش خالص. أن جماعة المدنيين دول طلبوا أنه هم يشيروا وزير الداخلية. اللي هو نفس مصباحة ربعة بالمناسبة. وزير التموين. وزير التنمية المحلية. ودي الوزارات اللي مرتبطة بالعملية الانتخابية. مش عشان خاطر يعني طلعوا بقى قال لك إيه. قال لك وجابت الانقاص بالطالب. قالت بسمهو ده عشان خاطر هو ناجح. وهم غيريني من نجاح. يا جماعة. احنا هنا بنتكلم على حكومة. تخلي العملية الانتخابية تبقى بعيدة عن إيديكو. يعني مهور ما ينفعش عمل الانتخابية. تبقى أنا طرف فيها. وبقى لالحكم. يعني ينفع الأهل والزمالك يلعبه وينجيب رئيس النادي الأهلي هو الحكم. هو رئيس النادي الزمالك هو الحكم. ما هو مش معقول. يعني ده قديمة ما تنفعش. طلعوا قال لك لا. ده أصلي مش عارف ايه. فانسداد الأفق السياسي ده كان سبب والأساسي تعانوا جامعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك. ومع ذلك. كل الناس اللي كانت تقريبا في معسكر 36. ممحصوبين على الصورة بشكل واضح. النهاردة أولا إحنا كلنا عملنا مراجعات فكرية ونشرناها. بالمناسبة يعني ده مش سر كمان. وتشتمن عليها وشبكة رصدر نشرت المقالات دي. يعني كل الموصر أحمد مار والدكتور عمر حمزاوي والناس كتير يعني. مش أنا لوحدي. الناس كتير جدا كتبت مراجعات فكرية عن المسألة أن لها علاقة بأنه كان ينفع أن فيه حلول تانية. كنا ممكن نقدر نفكر فيها أو مش عارف ايه. يعني كلام كتير قوت قال يعني. فمش صحيح أنه. لكن هنا بقى مش صحيح أن الناس ما بيترجعش نفسها. لكن هنا يا جماعة الإخوان ما زالت مصرعة لأنها ما غلطتش ولا غلطة. بنشكرك. ولا عمال ده أي حاجة غلط. والبيانة هو. والله يا ياسر فنتمنى أن المستقبل يكون. ده إحنا دعمنا كل الحركات الثورية. والله بنتمنى أن المستقبل يكون زي ما أنا ما بقول يعني. بنتمنى أن المستقبل يكون أحلى. بنشكرك. شكرا لك يا ياسر الهواري. عضو مؤسس بحزب الدستور. شرفتنا يا ياسر.